الوصية السابعة لا تزني بيعتق دكتار أنه مجرد القيام بعلاقة جنسية خارج نطاق الزواج هذا الشي اسمه زنا بينما الكتاب المقدس بوجهينا شرح أدق لهذا الأمر الزنا هو كسر شريعة الرب الإله الأولى عن العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة حيث قال منذ البدء بسفر التكوين خلقهما ذكرا وأنثى واحد ووحدة وقال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق امرأته فيصيران جسدا واحدا فالزنا هو جمع شريكين مع بعض بمدة زمنية واحدة إنه حدا من الزوجين ياخد على زوجه شريك آخر إذن مصطلح زنا ما فينا نقوله عن الأعزب المطلق الأرمل إذا قام بعلاقة جنسية بل فقط زنا على المتزوج اللي خان عهد شريكه هون بيجي السؤال هل تعدد الزيجات يعتبر زنا؟ طبعا زنا أنا شرحت قبل بحلقة قبل سنة بتمنى تشوفوها على يوتيوب اسمها تعدد الزيجات مع ماقي خزام وأعطيت أدلة ما أدر ولا حدا ولا شيخ حتى أنه يطلع يرد على كلمة وحدة من الحلقة أثبتت فيها أنه تعدد الزيجات هو زنا ولو شرع يعني اليوم بدك تجي تقل لي شيخي سمح لي عقيدتي شريعتي حللت لي ديني أبح لي بدي أقول لك كمان الغرب اليوم أباح وشرع للمثليين ولا الشذوذ ولا اللوات وصاروا مشرعين ومعهم كمان ورق مختومة وبيقدروا يمشوا فيها ما حدا إلو عليهم شيء فهل بتعتقد أنت يا معدد الزيجات والشواز أنتوا صرتوا مشرعين أمام الرب الإله حتى لو على الأرض الشيطان شرع لكم وأعطاكم فتاوي لحتى يتحلل الزنا وتتحلل الفواحش وتتحلل الرذائل لكم ونشوف بالكتاب المقدس كيف الرب الإله بيكره الزنا باللويين الإصحاح 20 الآية 10 بيقول إن زنا رجل مع امرأة فإن زنا رجل مع امرأة قريبة كلاهما يقتلان الزاني والزانية يقتلان فإذن الزنا هو خياني لأحد الزوجين أحد الزوجين بخون شريكه مع طرف ثالث بملاخي الإصحاح 2 الآية 13 بيورجينا كيف الرب الإله بيبطل يقبل العطاية والتقديمات من يد الزنات بيقول ولا يقبل المرضية من يدكم فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها وهي قرينتك وامرأة عهدك هيك بيقول الكتاب المقدس بالعهد القديم بيكمل بالآية وبيقول احذروا لروحكم ولا يقدر أحد بامرأة شبابه من الأمثلة أيضا بالكتاب المقدس على تحريم الزنا ما حصل للملك داود لما زنى بامرأة أورية كيف الرب الإله عاقبه بأشد العقاب ابنه مات ودخل الزنا لعائلته ولأولاده والشي اللي عمله الملك داود بالعتمة وبالمخفى ربنا سمح أنه ينعمل فيه تحت الشمس وأمام أعيون كل الناس ليش حدد الكتاب المقدس الزنا بأنه الجنس اللي بيكسر عهد الزواج فقط ما قال عن كل العلاقات الجنسية أنه اسمها زنا بيعلمنا الكتاب المقدس خاصة بالوصايا العشرة أربع الوصايا الأولى من الوصايا العشرة هي عن طريقة تعاملنا نحن مع الرب الإله الست وصايا البقيانة هي طريقة تعاملنا نحن مع الآخرين أحب قريبك كذاتك فالأول الأربعة اختصارا أحب الرب إلهك وتاني ستة أحب قريبك كذاتك فالهدف من الوصايا هي المحافظة على عدم أذية الآخر الزنا بيأذيك بيأذي جسدك بنجس جسدك بيأذي شريكك وبيأذي الشخص اللي زنت معه هي غير إذا متزوج أزيت كمان شريكه وعيلته طبعا والأولاد الهدف اللي عمله ربنا أنه حدد الزنا على المتزوجين هو الحفاظ على العائلة بالدرجة الأولى بدك تقللي اليوم أنه ممكن يكون الشريك موافق في نوع من الرجال والنساء بيستهوا الرزيلة بتلاقي المرأة ما عنده مانع أنه تيجي وحدة شاركة زوجها أو بالعكس الزوج بيكون ما عنده مانع ما عنده لا غيري ولا شرف ولا أي شيء فهي شو منقول عنه نهدول هل هن معدون زانين إذا موافقين كمان بيبقى اسمون زونات لأنه أثروا على الأولاد ودمروا مستقبل وحياة أولادهم وعائلتهم دراسات كثيرة أثبتت أن الأطفال اللي بيربوا ببيت مؤلف من أم وأب بعلاقة سوية بين الأم والأب أفضل بكثير صحيا ونفسيا وأخلاقيا واجتماعيا من الأطفال اللي بيربوا بعائلة فيها خيانات وفيها زنا وفيها فواحش الرب يسوع بيقول منذ البدء لم يكن هكذا فالرب يسوع المسيح إجا ليرجعنا للبدء لأجساد المقدسة لطبيعتنا المقدسة اللي خلقنا علي الرب إله ليقلنا في البدء ما كان هيك أنا جيت لرجعكم للبدء يعني عادة لما الناس بترجع لورا بيكون في تخلف إلا بالمسيح العودة لورا بتعني للخليقة الأولى المفضلة الطاهرة النقية اللي خلق الرب الإله قبل ما تلوث الخطيئة الأولى طبيعة الأولى بتقول في البدء خلقهما ذكرا وأنثى واحد ووحدة حسرا حسرا ما بيجوز تشويه هذا الأمر ويصيراني جسدا واحدا لا بيعودوا جسدين إذا تبقيوا جسدين ما في عهد بيناتهم ما في زواج مقدس لازم يصيروا جسد واحد وهذا الجسد الواحد ما بيقبل إضافة شريك ولا عضو من برة لأنه بيتشوه هذا الجسد بالمسيحية جعل الرب الإله العلاقة بين الزوجين اسمه علاقة مقدسة زواج مقدس المسيحية هي العقيدة الوحيدة حول العالم اللي بتقدس العلاقة الزوجية وبتكرم العائلة وبتقدسها بيقول الكتاب ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا اللي بيحب يعرف أكتر ويتبحر أكتر بأحكام الزنا والفواحش فينو يروح لسفر ألويين لأصحاح عشرين بيلاقي تفصيلات كتير مثلا مننا إذا اتجع رجل مع امرأة أبيه يقتلان كلاهما إذا اتجع رجل مع كنته يقتلان كلاهما هاي اسمه فاحشي إذا اتخذ رجل امرأة وأمة مع بعض يحرق هو والتنتين لأنه أيضا هذا اسمه رذيلي إذا أخذ رجل ذكر واتجع معه اتجاع امرأة فهذا رجس يقتلان كلاهما وصولا لأحكام الاتجاع مع البهائم وصفاح القربة وإلى ما هنالك من تفصيلات بضحك لي كتير اللي بيجي بيقولوا من غير المسيحيين بيلونا أنتو عندكن شيء أحكام وشرائع بكتابكن أو بدينكن فمنضحك أنا شخصيا بضحك من قلبي لأنه لو لا الكتاب المقدس أنت ما كان عندك شريعة ولا دستور حول العالم الشرائع والدستير والقوانين والأديان أخذت تشريعاته من المكتوب بالكتاب المقدس ولكن أنت مجهل ولا تدري لتبقى عايش بعدم المعرفة اللي أنت فيها طيب بيجي السؤال هلا بما أنه زنا للمتزوجين معناته العزابية إذا عملوا علاقة جنسية مسموح فبيجي الجواب حكما لا لأنه هاي صحي ما اسمه زنا ولكن مكروه وخطيئة بيوضح الكتاب المقدس سواء بالعربي ومنشوف أكثر المعاني بالإنجليزي وباليوناني لما بيوضح الفرق بين العلاقة الجنسية اللي بيقوموا فيها المتزوجين بكسر العهد لكل حدا منهم بياخد صاحب على شريكه فبيسميها أدولتوري اللي هي بتعني الزنا بينما بفرق الكتاب المقدس عن اللي بيقوموا فيه العزابية أو اللي ما عليهم عهد زواج هي فورنيكيشن أو بتعني الفسق فاليوم مضبوط هذا الشخص ما اسمه زاني ولكن هو بمصطلح آخر هو خاطئ وهو فاسق دخلت لعندي مرة صبية عايشة بره قالتلي بتعرفي بره مسموح إقامة علاقة جنسية بدون زواج وحتى فيها تحبل وتجيب ولد وتسجله على اسمه بدون أي مشاكل فهل أنا أعتبر زاني وهل هذا زنا؟ قلت لأ لا مو زنا قال شكرا كتير اخت ماجي أنا كنت واثقة أنه أنا ما عم بزني وأنا ما عم بعمل شي غلط قلت لأ يا حبيبتي وقفي كونيك مو زاني بس هم عنات أنه ما عم تغلطي لأنه إلى مصطلح آخر بالكتاب المقدس فيفضل لما بيكون في علاقة حميمية بتربطنا مع شخص ونحن فعلا حابينه وحابين نكمل عمرنا معه نستعجل بالزواج ليكون الرب مبارك علاقتنا لأنه حتى لو ما اسمي زاني ولكن فيه إلى مصطلح تاني بالكتاب لا يقل خطيئة عن الزنا هل لازم يكون الزواج كنسي ولا بيمشي الحال مدني يعني إذا حد تزواج مدني هل اسمه كمان زاني؟ بيوجدين الكتاب المقدس قديما ما كان فيه أساسا لا عقد زواج ولا حكم محكمة ولا إلى ما هنالك من الأمور اللي موجودة اليوم كان بمجرد يلتقوا أهله وأهله يوافقوا على هالزيجي يخطبوا بعض مدة معينة ياخدها بالنهاية على خيمته ويقولوا بتكون له زوجة إذا اتفقوا مع بعض بدون علم الأهل وأخذ منه لحاله هي كأنه عاملة معاملة السبايا فوقتها يعني يقيم وكأنه زنى فيها فبنفس الترتيب فينا ناخد نحن على الوقت الحالي كل عصر له تقوسه وعاداته وتقاليده ومفاهيمه والأمور المرسيم اللي بنمشي فيها لما منقرر نخل منا منكون نحن أنقصنا من قدر الأمر اللي عم نقوم فيه لذلك عطول بقول الزواج الكنسي مهم جدا أنا بشوفه أهم من المدني طبعا المدني مهم لأنه بدونه ما بيسجلوا لك ولاد بالدولة ولكن أنا بشوف الكنسي مهم مثل المدني وأهم لأنه لازم يكون هذا القرار أخذ من اتنين بالغين ناضجين قرروا وطلبوا بركة ربنا لحياتهم ولمستقبلهم ولعائلتهم بيورجينا مثال الكتاب المقدس عن العلاقة الجنسية بدون زواج اللي كانت بيه قصة السامرية اللي لقال الرب يسوع عند البير وطلب منه أنه يشرب وكلنا منعرف كيف الرب وبخه كونه هي تركه بالبيت شخص مانه وزوجه فإذن العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج ما اسمها زنا ولكن اسمها فسق طبعا مو كلها فيه إلن أنواع كتير يعني بشكل عام التعديات اللي نتعداها بأجسادنا على القوانين الرب الإله وعلى العلاقة المقدسة اللي جعلنا فيها الرب الإله اسمها فواحش الفاحشة في مننا زنا في مننا عهر في مننا فسق في مننا رذيلة رجز دنس إلى آخره من الأمور بالمسيحية الرب يسوع المسيح عالج مشكلة الزنا قبل حدوثه فبقال من نظر إلى امرأة فاشتها فقد زن بها مو قيلة لكم لا تزني أنا عملكون من نظر فاشتها فقد زن بها طب بهالحالة يا رب 99% من البشرية بتطلع بطريقة ما بتليق وممكن تجتهي هل صار اسمها زونات الرب يسوع المسيح علمنا كيف نحنا نحارب الخطيئة قبل حدوثه لأنه ما بيقول من القلب تخرج الأفكار أنت بمجرد تروض حالك تدرب حالك وتدربي حالك أنه أنا جوز رفقتي ما بيجوز طلع عليه فأنا إذا بوقف النظر فأنا وقفت الشهوة ووقفت آخر شي لزنا لما بنا نترك حالنا لأهوائنا ونترك حالنا للإنفلات الجسدي اللي منعيش فيه وبدنا نوصل للزنا ونوصل لنبكي ونوصل لأنه نعصى ونخسر أبديتنا فالرب يسوع عطانا مثل الدواء أو اللي هو لقاح قبل الجرم ما يصير وقال لك أنت لا تنظر بشهوة زوجة قريبك امرأة قريبك امرأة جارك مرة ماشية بالطريق هاي مولة إلك ما تنظر أنت ما تنظر لحتى ما تشتهي وحتى ما توصل أنك أنت تخطي بمرقص أن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس بيعلمنا الكتاب دائما دائما وأبدا اللي بيفوت للفم من أكل وشرب ما بينجس الإنسان لأنه بيروح مع الفضلات اللي بيخرج من الفم لأنه هذا بيخرج من القلب والقلب بيكون في الأفكار بيقولك تخرج الأفكار الشريرة زنا فسق قتل سرقة طمع خبث مكر عهارة إلى آخره من الخطايا والأفكار الشريرة بالآية بيقول بمرقص هذه الشرور تنجس الإنسان مو بينجسني اللي بيفوت اللي بيطلع مني من أفكار وبيكمل بولوس الرسول بغلاطية الإصحاح الخامس من الآية 19 للآية 21 بيقول إن الذين يفعلون مثل هذا لا يريثون ملكوت الإله بيشدد الكتاب المقدس على ضرورة أنه نخلي فراش الزوجية طاهر الرسالة للأبرانيين الإصحاح 13 في الآية 4 بيقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس أما العاهرون والزنات فسيدينهم الله ليش حكم الرب الإله على الزنا تماما مثل القتل علما أنه بالقتل أنا عم ممكن روح عائلة كاملة بينما بالزنا أنا عم بأزي فقط جسدي الجواب من لقيه بالرسالة الأولى لأهل الثالونيكي إصحاح 4 الآية 3 بيقول لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه الإناء اللي معطل إلنا أجسادنا أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوا شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله عرفنا هلأ العزابية شو اسم الخطيئة إذا قاموا بتعدي جنسي بدون زواج ننتقل للأرامل بيورجينا الكتاب المقدس الأرامل إلو نفس حكم العزابية بكورينتوصل إصحاح 7 الآية 39 المرأة مرتبطة بالنموس ما دام رجلها حياً ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوجها بمن تريد في الرب فقط هون بدنا نحط نحنا بقى مليون خط تحت في الرب فقط لأنه نحنا بعصر اليوم اللي على تحت اسم المحبة بيعملوا شزمز أديان إذا الأرملة بديك حياة أنت ترضي الرب وأنت من حقك ترجعي تتجوزي مرة تانية وتعاملي معاملت اللي ما علي أبداً نير وحكم معاهد لأنه الزوج توفي ولكن في شرطين لتكون هالحياة مقدسة زواج زواج ما فينا نتبع علاقات خارج نطاق الزواج وفي الرب بدأ يكون مؤمن مسيحي إذا إجا حدا ضحك عليك بطريقة من الطرق أو شفنا علاقات فتكرناها أنه هي مقدسة كون على ثقة أنه هذا كذب كل علاقة كل علاقة جنسية ما بتنطوي على الزواج من مسيحي لإلك كمسيحية هي علاقة منجسة أمام الرب الإله أو إلك كمسيحي إنك تروح تاخد غير مسيحية أو تاخدها صاحبه أو تتزواج غير مسيحية أيضاً هي علاقة منجسة أمام الرب الإله لأنه الزواج بدأ يتم في الرب فقط بيقول الكتاب بيجي السؤال هلاء شو مشان من طلق امرأته يجعلها تزني ومن تزوج مطلقة تنزنى هاي الآية اللي حير تكتار وأخدوا فيها ظلم للمطلقة أنه يا حرام هلأ كل مطلقة صار اسمها زاني وممنوع بقى تتجوز واللي بياخدها اسمه زاني الفهم المسيحي الحرفي للأمور بياخدها هاي الفهم الأعمق للطلاق وبطلان الزواج بالمسيحية شرحته قبل واشرحه مرة تانية على السريع إنهاء الحياة الزوجية بين طرفين نحن منسميه بالعامية طلاق هو نوعين صراحة هو في شي اسمه طلاق وفي شي اسمه بطلان زواج الطلاق هو اللي بتقول عنه الآية الطلاق مطلق مطلقة ممنوع اللفظ هذا المصطلح والكنيسة ما بتعطي فيه ورقة اللي بدهم ينهو حياتهم الزوجية مع بعض ما بتعطيكم ورقة الطلاق إلا في حال زنى أحد الطرفين فإذا المرة زنت زوجة بيرفع عليها قضية الطلاقة بياخدها صارت المطلقة زانية هي زانية فالمطلقة زانية والمطلق زاني إذا كان هو اللي زاني فالحكم على الطرفين وممنوع يروحوا يتجوزوا مرة تانية الزونات لأنه اللي بيرضى ينام مع زانية هذا زاني ونفس الأمر اللي بترضى تتجوز زاني هي زانية فهذا بالنسبة للطلاق فإذا هون بنفهم ليه منطلق امرأته ويجعلها تزني وليه اللي بيتزوج مطلقة بيصير اسمه زانية لأنه هي زانية النوع الثاني اللي الكنيسة وأنا طبعا بعتب على رجال الكنائس لأنه المفروض يشرحوا هذا الأمر ما يخلونا عرضه للي بيسوى واللي ما بيسوى يفتكر أنه كل مطلقة عنا زانية ولكن ممكن الكنيسة ما بيحكوا كثير بموضوع بطلان الزواج لحتى ما يخلوا الناس تستهنوا ويشجعوا الناس عليه بطلان الزواج بيعني أنه من الأساس ما في زواج ما اسمك مطلقة هذا الأمر له شروطه بالمسيحية المسيحية بيحاولوا شوي يصعبوا بطلان الزواج لحتى ما كل اتنين كسروا صحن بالبيت يروحوا يتركوا الولاد يصير بدون يطلقوا أو كل ما واحد شاف واحدة عجبته أكثر من مرته يصير بدون يطلقها أو كل ما زلمة مرته مرضت أو هي شافته مرض شوي صاروا بدون يطلقوا لأنه نحن بالمسيحية منحافظ على آدمية الإنسان لما كل إنسان مرته مرضت بده يروح ياخد علي وحدة أو يطلق خلص راحة صفت الآدمية منه تحول لطبيعة بهائمية بيعمل هو بدون رحمة للطرف الآخر والمسيحية أول شروطه هن المحبة والرحمة فمن هون إجا بطلان الزواج بطلان الزواج له شروط مثلا لنقول وحدة أبوها جبرة تتزوج غصبا عنها بالضرب بالتهديد إلى آخره هذا الزواج اسمه باطل لأنه من الأساس ما قام على اتفاقه وعهد بين طرفين وقناعة بين طرفين كمان واحد أو وحدة لما تزوجوا ما خبروا شريكون أنه معهم مرض معهم عقم بيعرفوا معهم مرض معدي بيعرفوا هذا أيضا مباشرة بطلان الزواج لأنه ما في عهد ما في عهد ما في ميثاق ما صاروا جسد واحد لأنه الزواج قام على الكذب وعلى الإكراه ما قام على عهد محبة والتساق بين اتنين اتنين تركوا عائلاتهم حتى يلتسقوا ببعض فيعتبر الزواج باطل من الأساس كأنه ما كان بترجع البنت أو الشب كأنه عزابية ما قاد اسمه مطلقة ومطلق طبعا هذا الكلام أخدته الكنيسة من روح الكتاب المقدس من روح شيء اسمه عهد ويترك الرجل أباه وأمه ويلتسقاني ويصيراني جسدا واحدا ما فيه أمر مبتوت بالكتاب المقدس ولكن روح الكتاب نقدر نحنا نفهم منه أمور كتير بهالحالة لما بصير بتلان زواج فإلا للصطبية وللشاب بيروحوا يتزوجوا مرة تانية لأنه أيضا يعاملوا معاملة العزابية ما حدا منهم زنا بالنهاية سواء كان الزنا بالفكر بالكلام بالفعل اهربوا من الزنا في حالات كثيرة بالمجتمع خاصة المجتمعات العربية الزواج فاشل والزواج بيكون باطل والطرفين بيضطروا يزنوا لحتى يلبوا احتياجاتهم أو لينتقموا من مجتمعهم أو لحتى يعودوا عن نقص موجود بعائلاتهم وبيكملوا بالزواج وبيكملوا بالزنا ارضاءا لمجتمع لأهل لأولاد لعيب ليلا شو بقي من العمر لهالمصطلحات التافهة اليوم بدي اطلب منكن وبيجرأة ولو انسمت علي ورحيطلع علي حكي ما عندي مشكلة فيه روحي ارفعي بالمحكمة بتطلعن زواج إذا بتعرفي زواجك باطل وبتعرفوا أنه انتو هاجرين بعض لا تشيلي قيمة أنه فيه ولاد لأنه الولاد بيقدروا يستوعبوا أنه ماما وبابا بيحترام ما كملوا مع بعض أفضل ما أنتو قاعدين ميتين فوق راس الولاد لأنه لما بتكون العلاقة الزوجية باطلة بيكونوا اتنين ميتين فأنتو ما قلكن فائدة أساسا للولاد باجتماعكم سوا مع بعض فلحتى ما نزني وندنس أجسادنا ونخسر حالنا ونخسر أبديتنا كرمال حكي الناس والمجتمع وأهلي وما بدي يضايق البابا بكبرته وولادي ما بدي يزعلهم بزغرتهم لا رفعوا أضايا بطلان زواج بطريقة راقية بدون بهادل وفضايح ومحاكم وقصص وخدي بطلان زواج وروح يبلشي علاقة زوجية جديدة والأولاد بتربوهم بطريقة ليق بالرب حتى لو كان فيه انفصال ممكن أنتو يبقوا معك بالبيت يجي هو أفضل من أنك أنت تكوني عم تزني عليه وتاركتي بالبيت والأولاد حاسين أنه الطفل بالنتيجة مان وغبي ولكن هو يمكن ما بيعرف يصطحه من الغلط ولكن بس يوصل لعمر يسترجي إليك إصطحه من الغلط راح يكون جواته بيعرف تماما أنه أنتو كنتو غير أنقياء خليني أقولها بالبيت بيقول الكتاب المقدس بأمثال في الإصحاح 6 الآية 26 لأنه بسبب مرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز ومرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة للأسف بدي أقولها الغزو العربي شوه مجتمعاتنا المشرقية بالشرق الأوسط كانت العلاقات الزوجية علاقات مقدسة محترمة بتليق بالرب ليله إجا الغزو العربي وإجا معه النكاح وتعداد الزيجات والمتعة ومسيار وإلى آخره من المصطلحات وأخدوه المشرقيين من المسيحيين الإسميين وصار فيه كمان لأنه هنه ما مسمح لنا نحن تعدد زوجات ولكن صار فيه تعدد شراكات يقولك معقول الواحد يحب مرته حدا بيقضي كل عمره بس مع مرته هلأ جاي بورد لمرتك هذا الشي اللي خلى يفوت الزينا بالعائلات وتخرب وينجسوا حياتهم وينجسوا عائلاتهم ويشابهوا الأمام سألوني قبل الحلقة واعطولي بيسألوني على الخاصة على العادة السرية هل هي زينا أكيد منا زينا ولكنها خطيئة ممكن أعمل حلقة بتندرج تحت الشهوات الشبابية ممكن أعمل حلقة عن الشهوات الشبابية إذا ربنا أراد هي برجع بقول خطيئة ولكنها ما اسمها زينا وعطول لأنه ممكن الحياة الجنسية تكون بقيلة فروعة كتير مادة كلهم بها الحلقة ولكن انت اليوم لحتى تتميز الصحة من الغلط شو اللي بيحل من اللي ما بيحل لحتى ما يجي يضحك علينا حدا أو حدا يقلنا أي ممكتوب عن هذا الموضوع بالكتاب طب معناتها فيك تعمله مثلا أو هاي الآية بتنفهم هيك وهيك فيك تساوية فلنفهم شو بيحل وشو ما بيحل شو فيني أعمل وشو اسمه خطيئة دائما منحط نحنا كل أمر منفكر فيه على ميزان هذا الميزان هو كفتين أول واحدة منهم الميزان تبعنا بيقولوا فيه أجسادكم هيكل الروح القدس فأنا جسدي هو هيكل للرب الإله فشو ممكن أعمل ليليق بهذا المسكن هل الأمر اللي عم فكر فيه بليق مسكن الرب الإله أعمله ما بليق وقفه مباشرة لأنه انت بتأدي انه تطفئ الروح القدس اللي فيك كل الأشياء تحلوا لي أنا ابن للرب ما في من يجي إلي بيحل لك وبفتي لك وبحرم لك كل الأشياء تحلوا لي ولكن ليس كل الأشياء توافق كل الأشياء تحلوا لي ولكن لا يتسلط علي شيء عادة إدمان شي ما عم بقدر وقفه وبطلق هذا تسلط علي لازم وقفه مباشرة أنا جسدي هيكل للروح القدس هيكل للروح الرب الإله ما بيجوز اني دنسه بأي طريقة من الطرق أتنين بالميزان جسدي وأعضائي هي أعضاء المسيح باخد أعضاء المسيح بعملها أعضاء زانية حاشا هل بينفع إيد المسيح تقوم بزنة؟ هل بينفع رجلين المسيح يمشوا بطريق خطيئة؟ هل بينفع لسان المسيح يلفز أمور ما بتليق؟ هل بينفع عيون المسيح تشوف شي عند الآخرين تشتهي؟ فإذا أبدي يكون جسدي هو على صورة المسيح لازم عامل أعضائي على أن أعضاء للمسيح بها القصة هون لما نحنا منشوف حياتنا بهاي الطريقة ما عاد أسمح أنا لخوري أو شيخ أو حدا يجي إلي هيك محلل وهيك محرم لا أنا جسدي هيكل الروح وأنا صاينته من جوة في عندي الضمير وفي عندي الروح القدس اللي ببكتني على كل خطيئة فأنا عندي ميزان الخطيئة والصح والغلط له السبب نفهم أهل الرب يسوع يوجد من خصوا أنفسهم لأجل ملك وتستموات ليه بيقولوا درب الرب صعب؟ في ناس بتفهم الباب الضيق هو الضيقات والأمراض اللي عم يتعرضوا لها الأمراض والضيقات اللي كفوفة عم تاكلة بعمرك وما عم تصحى منها هاي مو لأنك بطريق الرب الضيق هاي لأنك برا الطريق عم يحاول ربنا يبعث لك إشارات لترجع طريق الرب الضيق بالضيقات بالاضطهاد على اسم الرب يسوع المسيح حسراً مو بالأمراض والأوجاع واللطم وبنحنا كيف منصعبوا على أجسادنا فبقدر أطلق العنان لجسدي ودائماً الجسد يشتهي عكس الروح بقدر أطلق العنان لجسدي وأعمل اللي بدي يهو أمشي بالطريق الباب العريض فوت منه للهلاك وبقدر ديق على حالي شوي الباب وأخصي جسدي عن الشهوات وأبقى بالطريق الديق ولكن اللي بعرفه أنه بيشرف وبيودي للرب الإله لها سبب منفهم الآية كمان اللي في كتار ما بيفهمون أنا بياخدوها حرفية وهي رمزية بحتة إن أعثرتك عينك قلعها ورميها عنك وإن أعثرتك يدك قطعها ورميها عنك لأنه الأفضل أن تدخل ملكوت السماوات بدون هالعضو من أن يهلك جسدك كله في جهنم فهذا المعنى الحقيقي لإله إنه أنا بدي أخصي نظري عن أنه يطلع بأمر أو برجل أو بأمرأة ويشتهيها أنا بدي وقف الأعضائي من القيام بأمور ما بتليق بالرب الإله بالختام زليتي وعدة مرات وأنت عندك علاقة مع أمرأة غير مرتك عم تخون مرتك معه وخنت عهدك اللي حلفت فيه أمام الرب الكنيسة وأنت أسير لشهواتك كشب عذابي أو أنت عندك علاقة جنسية قبل الزواج ما بتليق بالرب الإله ما نفعله؟ دائما نتذكر دائما باب التوبة مفتوح والرب يسوع المسيح واقف على الباب عم يقرع دائما نشوف الصورة بهاي الطريقة الرب يسوع المسيح لما لقى السامرية اللي ترك صاحبة بالبيت ما عيّره وبخها بطريقة بس قال له هاتي اشرب منك مي فأنت رغم كل شي عامله أو رغم كل شي عاملتي يا عروس النشيد رجعي يوم بوع مي صافي لحتى ربنا يقدر يشرب منك ويقلك أعطيني لأشرب نتذكر أنه غفر لمريم أخت لي عازر نتذكر أنه غفر للزانية خطاياها ونتذكر أنه التنتين نذكروا بأعظم كتاب بالكتاب المقدس لما غفرت لألهم خطاياهن فمو بس نغفرت خطاياهن ونذكروا لألنا تذكر مهما بلغت درجة قذارتك أو قذارتك تذكر أنه مشتريك بدمه مشتريك بدم غالي بيعرفك شو أنت وبيعرف الوساخة الموجود فيها واشتراك دفع تمنك سلف دم غالي ليحرك من عبودية شهواتك وخطاياك وتسلط إبليس عليك فتمسك بهذا الدم وتمسك بهذا الاسم اللي حبك للمنتهى حبك وقبلك بعيوبك وخطاياك لا نستمر بالخطيئة وكأنه إلهنا نحنا نستسهل فيه ولا نجلد حالنا كل العمر كأنه ما عنا إله يسمع التنتين ممنوعين تذكر توبة للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيئة ممكن نسأل حالنا يعني ممكن بكرة ربنا يمحي كل خطاياي ويمحى الزنا اللي عملته واطلع لقيله يكون محيهم من سفر للسفر لقلي وما يذكر لياهن أبدا بللك بيمحيهم ومحيتهم وبيسترهم حتى بيقول الرب كيف؟ بيركب ساجدة ودموع حارة عم تقول للرب أنا تبت قبلني أنا الخاطئ خلينا نصرخ مع بعض اليوم اليوم وكل يوم هو يوم مقبول عند الرب الإله اركعي أو اركع بغرفتك بدموعك تملي وجهك تمسك بالرب وقل له لأنه آثامي طمت علي استر وجهك عن خطاياي وامحوا كل مآثمي راكعين يا رب عند صليبك وعند ألامك لحتى نقول لك اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني تمسكوا وطلبوا باسم يسوع المسيح هذا الاسم اللي أعطي لقلنا اللي قالنا أنتوا لسه ما طلبتوا شي باسمي طلبوا لحتى تنالوا قل له يا رب سامحني باسم الرب يسوع المسيح بطلب منك تغفر لي وتسامحني شفيني من الشهوات الشبابية شفيني من أمراضي النفسية شفيني من كل خطيئة بتوقف بيني وبينك ومنسمع مع بعض بالكتاب المقدس بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمينون وعادلون حتى يغفر لنا خطايانا ويطحرنا من كل إثم وتمسك وتمسكي بالوعد اللي بيقول الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك ونتذكر دائما إننا أتباع يسوع المسيح يسوع المسيح مين؟ اللي إله سلطان أن يغفر الخطايا اللي قالنا لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا إلك بإلك مغفورة إلك خطاياكي إلك بإلك روح يا أبني مغفورة إلك خطاياك بيقلك يا بنتي غفرت إلك كتير رغم كل زناك الكبير لأنك حبيتي كتير حبيتي الرب كتير كتير لكن أفكركم ليش نذكر رحاب الزانية ومريم الزانية وإلى آخره من الأمور طبعا مريم أخت العازر ليس المجدلية لين ذكر الزنات قصة داود وزنا لين ذكروا؟ لي ورجينا الرب إنه هدول الزنا اللي عملوا طهرون وإبلون وتابوا ورجعوا ونذكر اسمهم بأعظم كتاب وهو الكتاب المقدس طبعا بدي نوه بنهاية الحلقة أنه الزنا الأصعب والأهم عنده الرب الإله هو الزنا الروحي الزنا الروحي اللي هو خيانة الرب الإله بعبادة إله آخر بالسجود لأشياء أخرى بالصلاة لأسماء أخرى هاي الخيانة اللي صعبة كتير الشيطاني تركاك تطلع منا ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل تجربة ونجينا ونجيكم من الزنا سواء الفكري أو الجسدي أو الروحي وتكون مو بس أجسادنا نقية للرب الإله وأفكارنا كمان نقية مقدسة للرب الإله أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر